انقاذ التحالف للأشقاء في اليمن بقيادة السعودية من المتطرفين والانتهازيين يعيد الروح المعنوية عربياً ويعطي بارقة أمل لبقية المنطقة وخاصة الشعب السوري وذلك لانقاذهم من الطغيان والاضطهاد الذي يعانونه من نظام الأسد عودة الأمل بدأت تعود إلى المنطقة العربية بعدما تم انتشار اليمن من السقوط في الهاوية على أيدي الحوثيين والمخلوع صالح فبعد عملية جراحية دقيقة وسريعة بقيادة المملكة العربية السعودية بدأ الجسد اليمني المصاب بفيروس حوثي يفوق وتدب فيه الحياة من جديد ليعطي بارقة آمل للآخرين في المنطقة هذه ما أفضل بنكة سعودية المؤشرات كانت واضحة وقوية بتحرير أهم وأخطر منطقة في اليمن وهي مدينة عدن الاستراتيجية لتعود الفرحة على وجوه اليمنين البسطاء قبل أن ترتسم الابتسامة على شفاه المسؤولين فرحة تتأكد يوما بعد يوم فمن تحرير عدن إلى تحرير قاعدة العند الجوية الاستراتيجية أكبر القواعد العسكرية في البلاد والطريق مفتوح أمام المقاومة واللجان الشعبية بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة لتطهير كامل التراب اليمني من الفيروس الحوثي الذي بدأ يتراجع وينكمش إلى صعدة عودة الروح بدأت تداعي بعقول الآخرين بالمنطقة لتنفيذ عملية أخرى في بلد لا يقل أهمية وشقاء عن اليمن ألا وهو سوريا فالظروف في اليمن وسوريا وإن لم تتطابق مئة في المئة فهي متشابهة إلى حد كبير ليجد التحالف العربي أمامه دعوات ونداءات تطالبه باستكمال مهمته في ردع الظلمة في سوريا والعراق ودعم المرابطين في المسجد الأقصى والمجاهدين على أرض فلسطين ويبدو أن الدورة قد حان على سوريا كي يتم إنقاذها من أسد جريح يهاجم كل من يجده في طريقه من أجل البقاء في السلطة وتأتي تطورات الأخيرة في سوريا مواتية لتحقيق هذه المهمة فبعد تحقيق مقاتلي المعارضة تقدما وانتصارات على قوات الأسد وممليشيات حزب الله اللبناني المتحالفة معه من هنا تأتي التضحية والمواجهة عبر أجساد الصادقين الذين يصنعون موتهم الحياة وتنسج تضحياتهم بصاط المستقبل بقوة خيوطه وزهائي صوره فهد السيف الخبارية